جاء رجل إلى سيدنا عمر الذي خطاف رضي الله عنه وآطاه يشعر إليه عقود إذنك فماذا قال سيدنا عمر إذن خطاف رضي الله عنه وآطاه جمع الوالي وإذنك جمع سيدنا عمر الوالك وإذنك وقال له إن لك على أفضل حقوق وهو يشعر إليه أنك تعطى فقال الولد لسيدنا عمر ابن الخطاف رضي الله عنه وآطاه هل على الولد أو هل على الولد على إذنه حقوق؟ قال نعم قال كما هي هذه الحقوق يا أجوى المؤمنين لاحق على وعيد فقال سيدنا عمر ابن الخطاف رضي الله عنه وآطاه أن يدى خير له أما أن يخير له أما صالحة ثم قال له أن يسديد اسما حسنا ثم يعلمه الكتاب أي يعلمه القرآن الكريم فقال الإذنك لسيدنا عمر ابن الخطاف رضي الله عنه وآطاه والله إداء بهذا ما فعل شيئا مما تقوم يا أمير والأمير إن أمير كانت من جيدة لمن نوسيق فنزولها أده ولن يعلمني شيئا من كتابك ولن يعلمني شيئا من القرآن الكريم ولن نسميه اسما حسنا بل سنبالي جمعانا أي سنبالي بنتوساء مما كان من سيدنا عمر اللي الخطاف رضي الله عنه وآطاه إلا لمن نظر إلى وإله وقال أله أتيت إليك وقال لك وقد عقبته قبل أن يعبه وأسات إليه قبل أن يمثي إليك شكرا